لسا مكملين معاكم في ملفات وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان هيكون موجود معايا الكاتبة والنائبة فريدة الشباشي هنتكلم عن احداث 30 يونيو هنتكلم عن الزكريات او زكرياتها بالتحديدا في هذه الفترة وهنتكلم عن اللي حصل واللي بيحصل لحد دلوقتي نورني النهار ده فقط شكرا بتنوريني دايما والله على طول شكرا كل سنة وطيبين وكل مصر طيبة باذن الله عاملة ايه الحمد لله بتحسن ببطء طبعا لان انت عارفة انا فت الخمسة وعشرين من شوية كده بتحسن البطء بس الحمد لله طيب لو قلنا 30 يونيو ايه اول حاجة تيجي في بالك اول حاجة تيجي في بالي مصر 30 يونيو يعني مصر اللي رجعت لنا تاني مصر اللي كانت يعني كل المخططات اللي حوالينا من ساعة الكلام بتاع الست كوندوليسة رئيس هانم بتاعة الشرق الاوسط الكبير والمش عارف الكلام اللي اسمعناها ده اللي شفنا فيه تجارب مريرة عمر الواحد ما كان يتصور قسوتها وشوفي كام دولة عربية تفرتكت بعد العظمة الديمقراطية الامريكية العظيمة دي وكانت مصر هي الهدف الاساسي بس مصر عندها حاجة بقى محدش عارفها لغاية النهاردة ولا يعني بيقولك ده شعب ملوش كتالوك يعني بيجي وقت ملازم خلاص لقدر الله تنهاري يروح وقفين الوقفة اللي هي وانا سبق قبل كده وقفت وقفة في 9 يونيا انا بقول احنا مساء 9 يونيا سنة 67 احنا نزلنا هزمنا الهزيمة لان لو ما كناش نزلنا انتوا جين ما تعرفش يعني صغيرين لكن احنا لو ما كناش نزلنا لا كان هيبقى في حرب استنزاف ولا كان هيبقى في عبور هي حرب الاستنزاف تقررت 9 يونيا مساء لما قلنا لا طيب 30 يونيا تفتكري ايه من ذكرياتها ايه لتفتكري افتكر ان انا حسيت ان انا بتولد من جديد رغم عمري ده كله انما حسيت ان انا كنت عندي نوع من الاحباط لان شايفة يعني انا بحب سوريا مش قادر اقولك قد ايه كت بتنهار قدامي وما حدش عدري يعمل حاجة وبالعكس كانت بتضطرد من الجامعة العربية يعني فيه حاجات غريبة حيعاد فيها الكلام تاني وحنتكلم فيها عشان لازم نستفيد من تجربتنا لما لاي ان انا سوريا يعني هي اللي مدانة مش اللي بيعتدوا عليها المدانين يعني حاجات غريبة جدا يعني ومصر طبعا لان هي العمود الفقري وهي الايقونة وهي اللي طول عمرها بتساعد كل الاقتار العربية وحتى القرى الافريقية كمان يعني لسه كان الدكتور سامير فرج ست اللواء سامير فرج بيتكلم بيقول ان في افريقيا لما كان عندنا شركة النصر اللي هي يعني وسط الاخر حتة في افريقيا وكل شوية تلاقي يا ام مدان يا ام شارع اسمه جمال عبد الناصر لانه هو اللي ساعدهم على الاستقلال ولذلك النهاردة الرئيس السيسي لما بيرجع تاني بيلم شم كل الدول اللي بتعاني من التمزق ومن التفتيت ومن دعا بيرجعها تاني ده لانه هو مصري أصير هو ده المصري وهو ده الشعب المصري يعني شوفي حتى كلمة لما ييجي يتكلم يقولك الضيوف مش اللاجئين ده كلمة يعني طاليق بزعيم مصري يعني وعشان كده لو جبتي سيرة بقى الضيوف واللاجئين والكلام بقى يعني انت اللي جبتي سيرتهم فانا لازم اسألك شفتي الصحفية نضال الأحمدية تعرفيها تعرفيها انا متعرفيهاش نضال الأحمدية بتاعت مجلة الجرز مي مالها دي بقى دي صحفية لبنانية هي اللي عاملة مجلة الجرز هي اللي مسؤولة عنها وطلعت هي لبنانية عايشة في لبنان فطلعت غلطة في السوريين كلهم اللي عايشين في لبنان غلطة يوم مهو دي مهو ده غلطة يوم اه يعني غلطة يوم والشعب السوري زعل جدا منها وكل النجوم السوريين زعلوا وطلعوا وردوا بس ما شفتيش شكرك ما تابعتش الأحداث دي لانه شوفي احنا طلع عندنا ناس يعني كان عايزين يعملوهم نجوم بس الأرضية بتاعتنا مش 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 مستعدة لده مستعدة للتلاتين يونيو مستعدة ان من خمسة وتلاتين لأربعين مليون مصري أكبر تجمع في تاريخ البشرية كلها يطلعوا ويقولوا لأ مصر هتبضل هي مصر مكادش هتبضل هي مصر ليه بقى كان اللي ممكن يحصل اه بقالك انت خمسين سنة قبلها قبل الثورة خمسين سنة عمالة تقولي للناس بتنشر الفكر الظلامي الكريه اللي هو ايه بقى الفكر الظلامي ده اللي هو ما الوطن اللي حفنة من التراب العسم واللي هو طز في مصر واللي في مصر انا ميش واحد مليز يحكمني مدام مرسم لا لا انا همني تمام انا بحس ان انا بلدي هي قبل اي حاجة يعني دايما يقولك الله الوطن يعني بعد ربنا الوطن لان هو ده هو ده الحضن بتاعنا مصر دي الحضن بتاعنا لو كانوا لو كانوا كملوا كان ايه السيناريو اللي هيحصل من وجه صحيح كان ايه السيناريو السيناريو كان هيكون شكل وعمل زي هم قالوا كانوا عايزين يقسموا مصر ثمان لخمس دول يعني دولات وبعدين كيسنجر مخبهاش كيسنجر اللي بقى عنده مئة سنة ولسه بيقزي برضو قالك اكبر ضمان غريب اوي الراجل ده اوي اكبر ضمان لبقاء اسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة الى دولات عرقية وطائفية ولذلك انا جيلي مثلا في الستينات وما ادراكي ما الستينات الستينات ولا كنا بنعرف ابتي مسلم يهودي كنا عايشون لا ما كانش فيه كلام ده لا لا ما كانش فيه كلام ده لا والرجل الانسان اللي انا بعتبره دية ربنا المصر اللي اسمه عبد الفتاح السيسي اللي هو بيعتبر الستة المصرية هي العظيمة هي اللي يعني مش بقى كان تفتيت الدولة بقى يقولك الشمال كان ايه لا يحصل في الستة المصرية لو كان السيناريو ممشيش زي ما ممشي في 30 يون الستة المصرية كانت هتتوقت بقى بعد شوية لانه كان كله لا ما تبنش لا تتغطى لا مش عراها مش كفاية كمان وشها لا اينها باينة لا ايه دا ايه دا ايه دا كانت ممكن تمسك مناصب لا طبعا لانه مناصب حتى في البيت كان المفروض تبقى مزلولة ويعني رب ايه احداث شفتيها بتخليكي تقولي كده او ايه مواقف عصرتيها بنفسك بتخليكي تقولي كده انا عصرت يعني انا طبعا عايشة الوحدي دلوقتي بعد وفاة جوزي بس انا بشوف يعني بتابع بتابع الاخبار بتابع كل الحاجات وبشوف ناس ساعاته هي بتتكلم بحس ان انا يعني ان دول مش مصريين يعني لما واحد يتكلم يعني انا دايما اقول لهم اقول لهم ربنا كرم المرأة اعظم تكريم في العالم حيث يعني انه ليه ليه لانه اودع فيها الرحم حيثتوها بالحياة في حد في عظيم في العالم كان يمكن ان يكون له وجود لو لم تريده امرأة لا طبعا بالزبط كده محدش بقى يقول كده المرأة عورة المرأة تتضرب المرأة واحد من الجماعة دول يقالك لو واحدة حتة من شعرها بانت فمن حق جوزها يشك في نسب ولاده منها ليه ايه ده ايه ده ايه ده نظره ده فاحنا بنرجع تاني بنسترجع ان المرأة هي المكتسبات اللي حققتها المرأة لحد دلوقتي كتير يعني زي ما انت قلت الوقتي بقت وزيرة بقت قاضية بقت محافظ بقت يعني رئيس جمع بقت كل حاجة اي منصب هي كفوقة وجديرة به بتاخده يعني ما عادش الوقتي يعني انا طب ايه ناقصها ناقصها ايه ناقص المرأة المصرية دلوقتي عشان تبقى واحدة كامل حقوقها لا هي دي حقوق بس ناقصها ان احنا يعني كلنا اللي ناقص الراجل برضو يعني احنا عايزين نرجع تاني نبقى مواطنين لنا حياة كريمة وده اللي بيعمله السيسي الوقتي الحياة الكريمة في وسط البلد في وسط وطنة يعني يعني انا النهاردة لما ااجي الاقي انا ام مثلا وادر اشوف ابني ولا اولادي بيتعلموا وبيشتغلوا وبيلمعوا في المجتمع خدي بالك انا السيسي قال كلمة مجنناني من الفرحة لما هو بيخاطب الولاد لما راح الى اكاديمية قال لهم انتوا بكرة انتوا الغد هو مراهن على الشباب فالنهاردة الشباب هو بنت ولد زي ما قال صراحة جهين البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد لانه ممكن اوي يبقى طب ايه اللي ناقصها برد ايه قوانين نقصاها مثلا القوانين اللي نقصاها يعني احنا مستنين القوانين لحد دلوقتي قوانين لأحوال الشخصيين ان شاء الله حننجح فيها يعني انت هننجح بمعنى ايه هننجحها هل احنا مثلا بنتحارب فيها اه بنتحارب طب طب قوللنا بقى بنتحارب ازاي يعني حضرتك في المجلس ايه قوللنا بقى بنتحارب ازاي بنتحارب باول ما تبتدي تعملي حاجة لصالح الانسانية الانسانية مش بس المرأة يعني المرأة زي ما قلتلك هي يعني هي بتنتلت فيها الحياة تمام فالنهاردة لما ييجي حد يقولي لأ المرأة لما الراجل يبقى يقدر يطلقها طلاق شفوي مثلا يعني هو يطلقها طلاق شفوي هو يروح يتجوز ويعمل اللي هو عايزه توصيق الطلاق احنا عايزين طلاق يتوسطك مثلا ادي حاجة حاجة تانية مين بيحاربنا في توصيق الطلاق مين بيحاربنا فيه مؤسساتنا الدينية بين قصين دينية لأن ده كان جديد ده كل ده جديد يعني انا رأي ان المؤسسة الدينية انا لو يعني بتسأليني بتمنى منها بتمنى منها انها هي اللي تطلع وتقول لا ده مش الاسلام مش الدين الدين انا درس شريعة الدين عظيم الدين ربنا بيقولك فمن شاقف اليؤمن ومن شاقف اليكفر يعني رب العزة قال كده يبقى فيه واحد قد يقول انت كفر او انت كفر ويحكم من وقتلك لان الكفر او كفر ايه ده يعني طيب هل المؤسسة الدينية اللي تقصديها وقف موضوع توثيق الطلاق هل وقفها مش بس بنود اخرى بخصوص قوانين المرأة طبعا زي ايه زي مثلا الحضانة زي يعني انا رأيي انه المفروض لو واحد بيتجوز على مراته المفروض تعرف السن بتاع الجواز خد يبالك ان كانوا بيتجوزوا بنات عندهم 12 سنة بيسننوهم دول بيسننوهم ايه يسننوهم بقى دا وده لازم بقى يبقى في تحريم وتجريم او بيجوزوهم عرفي او بيجوزوهم عرفي لحد ما البنات تكبر ويكتبوا بعد كده بالزبط كده لا وبعدين ما هو بيجوزوهم كتير كده عشان فلوس ده زواج القاصرات ده قصة تانية والتجارة دي ماشي تمام لا ما كل كل الانحطاط ده شفناه في القوينة الاخيرة اه عشان كده قامت الثورة الثورة عشان نرجع تانية لا احنا مصر ايوة بس احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع القوانين ايه البنوة التانية اللي وقفين فيها غير توثيق الطلاقة لا مش باسم انا بقولك الحضانة مثلا عدم الزواج من التعدد الزوجات لانه رب العزة قال ايه وان خفتم قال لا تعدلوا فواحد فواحد ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرشتم شفناه دي بقى عاملينه زي لا تقربوا الصلاة عارفة يعني ياخدونك الحاجة اللي هم عايزينها ايه كمان اه كمان يا ستي في ان المرأة من حقها انها تشتغل مثلا حتى لو متجوزة اي لو متجوزة برمس من حقها تشتغل من حقها تمارس حقها يعني مش تبقى طابعة لحد يعني احنا نقشنا قبل كده بنود قوانين الاحوال الشخصية وخاصة بينها توثيق الطلاق والقضانة والاستضافة طبعا والزواج والطلاق والمواريس وكذا 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 والمواريس مثلا بالزبط كده هل تفتكري انها هتتنفس كل الكلام ده؟ نازم سهل تنفزه؟ نازم سهل؟ مش سهل بس مفيش حاجة يعني هل المجلس بيعاني من الذكورية الى حد ما؟ كل المجتمع المصري بيعاني من الذكورية في الفترات الاخيرة دي بس بنرجع تاني مهو ده 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 المجلس ولا المؤسسة الدينية؟ المؤسسة الدينية الاساس الموقف ده من المجلس طب وهي المؤسسة الدينية مالها ومالق قوانين؟ عشان الناس تفهم لا ازاي المؤسسة الدينية اللي بتقولك ده حلال وده حرام انتي لو ما اتعطيش زوج ويعمل اللي هو عايزه تبقي عصية وتبقي متمردة كده يعني شايفة ان الكلام ده غلط طبعا الست اللي مطعش جوزها وكده ده شايفة الكلام اللي هم بيقودها المؤسسة الدينية انا مره قريت تصريح جاب لي فزعة انه انا مقدرش اكفر بتوع داعش لانهم بيتوجهوا للقبلة معقولة داعش اللي بيتبح اللي خلى العالم كله كره المسلمين والاسلام انا حكيتك على حكاية فرنسا لما كنت الرجل بيقولي بتاع الجوازات بصيلي وضحك فقوله بتضحك ليه في حاجة ضحك يعني قال لي لا قصك ما تديش سنك قلت له مرسي وبتاعه بعدين كانوا من الدعابة الهابلة يعني وانا في المترشل اللي قلت له الله اكبر عملت له كده لقيت كل اللي حولها قولها لا قولها لا يعني كأن كلمة الله اكبر بقت مرادف للدبح يعني كانوا فاكرين انا معايا مثلا قبولة حزام ناسي في اي حاجة عارفة لو القوانين دي تنفزت حقيقي المرأة المصرية هتحس بايه لو ايه القوانين دي لو تنفزت طبعا المرأة المصرية هتحس بايه عارفة اه تحس بتمكين رهيب هتحس بنفسها هتحس بامتها بادميتها كمان بادميتها وانسانيتها لما انا الاقي امرأة ها دلوقتي كلها متغطية يعني ايه ليه وهو ده كمان انتي بتحطي من قدر الرجل المسلم والعربي انه لو شاف شعر امرأة حي يفقد ثوابه يعني وانه ما يقدرش يشوف وش ازاي كده في ناس تقولين بدي حرية شخصية كل واحد حر يعملوا واعي لا كل واحد حر في حدود اللي ممكن ازاي انا واحد قدتي مرة قدتي انا انا حقي قلتلي انا حقي اتخفي ماشي فين حقي انا اعرف مين اللي جنبي وانا غالط مفيش حد يمشي ملسم في الشارع كده مفيش انا رحت بلاد كتير مفيش ده نوع من ال ما بيتبعتلكيش تهديدات على السوشيال ميديا بتجيني تهديداتي وشتايم وكل اللي انتي عايزك ايه التهديدات اللي بتجيلك اني حنقتلك يعني كده يعني بس انا ما ما بتخافيش لا مش ما بتخافش انا يعني ما فيش حد ما بيخافش لكن انا بلاقي ان ما قدرش اقول غير اللي انا مؤمنة بي انا طول عمري كده انا متمردة مولودة متمردة من وانا طفلة كده يعني امي كدت تضربني باي حاجة قدامها اي حاجة ان شاء الله تكون تكسر النفوخ يعني ليه لان لما كانت تقولي على حاجة وانا مش اخطانة اقولها لا طيب قانون المواريس فيه ناس تقولك ايه القانون المفروض ان المواريس الراجل بيورس زي الست مرتين او القانون اصله يعني الموضوع طويل وايه وفيه تفاصيل كتير زمان كان الراجل هو اللي يبقى مسؤول على المرحة الضبط فهي كان الفلوسها دي اللي بتورسها بتشيلها لنفسها وهو الراجل هو اللي يبقى مهيمن هو اللي بيصرف هو اللي بيخلي باله وهو اللي بيتابع وهو اللي بيجوز وهو اللي بيجهز والكلام ده كله هل الاعراف دي بقت موجودة دلوقتي؟ الاعراف دي الاعراف دي ما كان عارف زمان ان الراجل هو هل الاعراف دي موجودة موجودة دلوقتي؟ لحكاية الورث اه الورث لا ما هو الست النهار ده انت تنهل عندك ست وزيرة يعني ازاي بقى يعني حد يمنعها منها تورس من حقها يعني ايه اللي عايزة يحصل في المواريس ايه اللي بتتمني انه يحصل في القانون المواريس انا اللي بتمنى انه يحصل في المواريس انه تبقى الام يعني هي اللي بتاخد مرس ولادها وهي اللي بتديره الوساية بالضبط كده انما ييجي مثلا عم العيال هو اللي ياخده طب ما هيشوف ولاده مش هيهمه ولاده هو يعني ومش هيهتم بيهم يعني الفكرة ده يهتم بقى لما يبقى ملاك هل ده هيتغير في القوانين الجديدة اه انا عايزة عايزة ولا عندك معلومة انه هيتغير لا يعني فيه امل انه يتغير بس ما عنديش معلومة امل بنسبة كم في المية بنسبة كبيرة بنسبة مش اقل بالتسعين في المية لانه هو كده لازم مصر لازم مصر كان عندها مالكة من خمس ثلاث سنة مش معقول اجي النهاردة اقول المرأة تاكل وما تاكلش تاخد وما تاخدش تورس وما تورسش لا مش معقول وبعدين ربنا هو العدالة يعني هو اللي ارسل عدالة وهو زي ما بقولك يعني حط في الام الرحم يعني ايه ده يعني انا رأي ان ده اكبر تكريم للمرأة من ربنا عز وجل طيب احنا دلوقتي فيه ازمة اقتصادية مش بتضرب مصر بس بتضرب العالم كله بسبب الحرب في اوكرانيا وفي روسيا وبسبب الكورونا اللي جاته طبعا توابع هذه الاحداث عملت بعض الازمات نعم شايف الدنيا جاية ازاي ايه اللي هيحصل قدام شوفي ايه اللي هيحصل للأسف مرتبط بالعالم كله الوعدي مش بينا بس يعني وانا بلاقي انتي عارفة ان انا بطلع على حاجات يعني كتابات اجنبية اه ايه اللي بتطلعي عليه قولي لنا فيه انبهار بالصمود المصري اه وبانه مصر الحمد لله يا رب عمر ما يحصل ده عمرها يعني ان مصر ما انهرتش بعد الكورونا وبعد الحرب الاوكرانية لان احنا بناخد القامح بتاعنا ودبالك احنا عندنا رئيس دلوقتي بيحاول يعمل لنا اكتفاء ذاتي يعني بيتوسع في الارض الزراعية بيعمل اراضي جديدة بس احنا مثلا عايزين يعني حملة توعية يعني شانلة بخطورة الانجاب الغير مترتب يعني يعني انا لما اجي مثلا معايا رغيف بقسمه انا وشريك حياتي كل واحد بياخد نص انا وجبت عيل كل واحد بياخد تلك لو جبت عيلين كل واحد بياخد ربع لو جبت عشر عيال كل واحد بياخد لقمة هو كده يعني تنظيم الناس ده حاجة يعني سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل يعني ما جيش انا اقول لأ كل واحد بيجي ورزقه معايا ايه ده ايه ده ده معناها ايه اللي احنا بقينا مية وعشرة مليون تقريبا دلوقتي طب ما فيه ناس تانية تقولك طب ما لو المية وعشرة مليون انتجوا انتجنا كلنا وطلعنا انتاج هيبقى احنا كده استغلينا الناس اللي عندنا صح مزبوط بس انت قبل ما تبتدي تعملي مدارس ومستشفيات ومش عارف ايه للتن مليون ونص اللي جولت بيجدك السنة اللي وراها تن مليون ونص ما فيش حد يقدر على الاقاع ده لازم يبقى فيه عقل لازم يبقى فيه تعاون بين الطرفين انا مقدرش انا اجيب عشر عيال وقول لازم الدولة تأكلهم لي انا شفت مرة واحد واحد بيقول اه عندي ست عيال والدولة الدولة تأكلك ليه وكنت جيب التين واكلهم انت يعني هي دي الفكرة الفكرة ان احنا يعني عندنا يعني زي ما تقولي ميل انه لا الدولة هي اللي تشير كله وانا مش مسؤول لا احنا مسؤولين انا عايزة المسؤولية تبقى مشتركة انا مسؤولة والدولة مسؤولة الدولة التام اللي عليها لكن لما تجيبين لها كل سنة دولة 2 مليون ونص يا اميرة ازاي دولة دي ولا مش دولة يعني كتير فانتي ما بيلحقوش يعني لما تعبلي انت مثلا لو عندك انت واخد اشق انت وجوزك واتنين ابناء مثلا والسنة اللي وراها جبتي اتنين والسنة اللي وراها جبتي اتنين خلاص بقى هتروحي فين هو ده لازم نفكر شوية ونبتدي نفهم ان الدين هو القيم الدينية ان هي انا لما اجيب عيل ابقى مسؤول ماء عنه ابقى انا مسؤول احنا عندنا 12 مليون طفل شوارع مش اجيب ورمي لا يعني في حاجات كتير بس اطفال الشوارع دلوقتي المفروض انه بقى يعني في في كتير بقى ليهم مؤسسات وليهم حاجات بقى ويقوها وحاجات شبه بس ده مجهودات بتحصل يعني جدا بس ده كمان ما انا بقولك يعني عمل ما قبل ما نخلص دول يكون رجوم تاني لا لازم نفكر ويبقى عندنا امانة في التفكير وامانة في الاهتمام بالاجيال اللي جاية كلها يعني مش نجيب ونرمي ونجيب ونرمي لا ما ينفعش كتير بخصوص 30 يونيو مين من الاخوان كنت يتعاملتي معا مباشرة او احتكيتي باي حد فيهم مباشرة انا بس كان يوم الاستفتاء يوم الاعلان ان مرسي هو الفاز كان كنت بعمل حوار مع في قناة وكان فيه الاستاذ حاجة عبد المقصود اللي هو كان جي وزير اعلان بعد كده فلما اعلن فوز مرسي فهو ابتسم قوي كده وكان مبسوط وانا عملت له كده وقلت له ها هي سنة والله العظيم ومش عارفة ازاي ام ضحك وقلت له هي سنة مش هتواضوا اكتر من سنة لانه مفيش حد يعني مصر محدش قدر عليها لا استعمر ولا جيوش ولا ديكتاتورية ولا ولا اي حاجة تيجي انت تقول لي انا يعني انا ربنا استغفر الله عظيم وانتو كلكم تسجدولي لا ما ينفعش كده ما ينفعش وكان عندهم اهستاذ بالتعالي يعني زي ما بقولك تعالي علينا واحتقار لبلدنا لا انا اللي يقوله على بلدي حفنة من الطراب العفن اقول له انت اللي معفن وابعد عني فده كان الموقف الوحيد اللي اتعاملتي فيه لا انا بكرههم من ايام ما حاولوا اقتلوا جلان عبد الناصر يعني ما بحبهمش يعني بحس ان هم وسيلتهم هي القتل يعني انا دايما اقول اقنعني مش اقمعني وبعدين ربنا قال اقرأ مش اخرس ولا انا غلطانة يعني في حاجات انا يعني استهواني الاسلام تعالف انا اعتنقت الاسلام اه فده من العظمة والديموقراطية اللي فيه فبعد كده هم شوهوهوه في رأيي انا طب فيه بيان عاجل تيجي نقرأ مع بعض يلا بيان عاجل دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية والاثريين المختصين لدراسة البدائل المتاحة لنقل مقابر السيدة نفيسة والامام الشفعي كما وجه بانشاء مقبرة مقبرة الخالدين لتضم رفاة عزماء مصر على ان تضم متحفل الاعمال الفنية والاثرية الموجودة بالمقابر الحالية ده بيان لسه صادر حالي دلوقتي ماشي انا معاه بس اقولك على حاجة انا معاه كل حاجة بتشيد البلد مثلا اجي انا هو كان بيقال من فترة على مواقع السوشيال ميديا انه بنهدم المواقع الاثرية والمقابر الاثرية واللي هنا بمدفون ناس مهمة جدا والكلام ده كله مع انه طلع بيان ونفى كل ده ففيه ده دلوقتي كان بيان عاجل انا سمعت بوداني واحد كان مع الله يرحمه واقل إبراشي من الجماعة دول بيقوله احنا اول ما نتمكن هنفجر الهرم لان ده ده مين ده اللي قال كده ده واحد اخوان اخوان اه مين تفتكني مين لا مش فاكرة طبعا هما بس لما سمعت ده اتفزعت قلت لهم شافونا روحنا عند الهرم وسجدنا وصلينا عند الهرم ان الهرم ده الكفر يعني يعني حتى عدائهم لحضارتنا كان عداء فضيع يعني فاحنا النهار ده لا احنا بنحافظ على كل حاجة وبنحافظ على تراشنا وبنحافظ على هبة العزماء ومدفنهم بس مش تلدرجة انه يعني اللي موجودين يفتصوا يعني لا بيبقى فيه توازن يعني سي متفقلة باللي جاي انا جدا متفقلة جدا ليه متفقلة متفقلة لان انا بعتبر ان احنا لما وقفنا في 30 يونيو دي كانت اللحظة اللي مصر بترجع تاني بتسترد مكانها ومكانتها وبعتبر انه ربنا جاب لنا هدية اسمها عبدالفتاح السيسي لما ييجي رئيس قبل حتى ما ينتخب يقول لي ان الارادة المصرية لن تعلوا عليها ارادة اخرى ابقى مع ده ولا مع رئيس يقول لي 99% من اوراق الحل في ايد امريكا لا انا عايزة اردتي انا كمصرية انا عايزة ان انا فجر الضمير انا يعني العالم كله لغاية النهاردة مش عارف الاهرام تبانى ازاي يعني فيه حاجات كتير رجعت تاني كنت بتمنى من ربنا ان اعيش لما شوفي يوم 30 يونيو ما كنتش عارفة ان هو 30 يونيو بس حاجة كده يعني تديني امان من بلدي رجعت ايه الانجازات اللي حصلت اللي شايفها من وجهة نظرك انها كانت مهمة جدا شوفي اها اول حاجة حياة كريمة اول حاجة لان انت لما تعيش في بلديك بكرامة وفي للوقتي مثلا هجرة غير شرعية مفيش لان الوقتي بقى عندك تعليم بقى عندك صحة يعني انت خلصت من فيروسي فيروسي خلصنا منه فيروسي خلصنا منه وفيه كمان دعوة للقضاء على الكبد كمان ايوة على امراض الكبد بس فيروسي خلاص انه تم الاعلان ان مصر خالية دلوقتي من فيروسي انت عندك النهاردة ايه ان ده ذات تانية من وجهة نظرك اللي شايفاها ان هي كانت بمهمة طبعا السحة طبعا السكن الكريم يعني ما انتاش منظر العشوائيات اللي كان بيخلينا حس ان انا مكسوفة ان انا بني ادم مش ان انا مصرية يعني انا الاهرام وعندي عشوائيات زي بطن البقرة والحاجات دي يعني وعندي السكن الكريم وعندي الشغل يعني اللي النهاردة كل حتة بيطلع فيها بالدواري على الثروات المصرية اللي لم تستغل ولم يلتفت اليها احد يعني شوفي مثلا الرمال السوداء اللي لسه معمول لها مصانع اليومين دول يعني مصنع كده وشوفي كهرباء احنا النهاردة كهرباء كل حاجة شوفي الطرق انا مرة فضلت وقفة على كبري مايو ساعة لتلت كبري 15 مايو 15 مايو اللي هو اتنين كيلومتر يمكن ولا كيلومتر ونص يعني والساد اللي هو احمد انيس اللي هو في التلفزيون وهو موجود كلمني لان كنت هطلع في حاجة اه كنت يروح التلفزيون اه قال لي انت يعني قلتولي فنم اعمل اقنط من العربية في كذا الوضع كذا 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 فخلاهم تكلموني يعني عملتها مداخلة صوتية كده في التلفزيون بس اللي عايز اقوله لك ان اليوم ده خلاني فكرت ان احنا وقفين على كبري 15 مايو والعربيات بتطلع العادم بتاعها والعادم ده بيطلع في السماء عندنا وبنتنفسه الدولة بتصرف ميليارات على الامراض الناجمة من الزحام والعادم اللي بتطعم السيارات فالنهارده لما اعمل طرق يعني توسع علي الله يوسع علي السيسي وتديني براح وتديني امكانية ان انا المشوار اللي كنت باخده في 4-5 ساعات باخده في 3 ساعة مثلا يعني دي انجازات عظيمة كمان انجازات العظيمة جدا 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 هي التوسع والزراعي زي ما بيقولك عشان يبقى عندنا اكتفاق ذاتي وانه الصناعة يعني الدولة اللي مفاش صناعة مش هونك تبقى دولة كبيرة يعني فاحنا كنا دولة كبيرة جدا والصناعة بتاعتنا في الستينات كان حاجة مالية الدنيا وبعدين تراجعنا بس بنرجع تاني بس الانتاج محتاج يرجع مرة تاني ده اللي شايفان لو قل له ينقصنا الانتاج والصناعة صح؟ صح تتمني ايه تاني ايه امنياتك الفترة اللي جاي امنياتي انه كل ده يتم يعني الطرق تتم ونخلص بينها الانتاج يكون موجود والمصانع تقول موجودة والناس تشتغل والناس تنتج كل حاجة القيادة بتاعتنا عايزها تحصل تحصل بقى وبيقدينا بسوعدنا يعني انت عارفة هل شايفة انه الرئيس عبدالفتاح سيسي بيقف جنب المرأة وقف جنبها اه طبعا لانه انسان انا دايما اقول هو فيه الحتة الانسانية يعني المرأة عنده انسان مش شيء مش وعاء يعني زي عارفة انا بحب اخد رأيك في حاجات كتير يعني سمعتي عن البنت اللي طلعت الاولى على الاعدادية في كفر الشيخ عظيمة عارفة ان مننا باباها كان سايبها بقاله خمس سنين وما بيصرفش عليها وشفت اه وشفت قاعدين على البلاط طب ما هو ده مش فيه قانون الاسرة ما ده لحنا بنتكلم عنه ما ده لحنا بنتكلم عنه يعني هل مش ممكن يكون عندنا في قانوننا ان الاب يتحول اوتوماتيك من الحساب بتاعه لولاده اللي هو خلفهم مش كل راعي مسؤولا راعياته المفروض كده بس احنا يعني يعني والدها شغال في السعودية وبيشتغل وبيكسب وبنته بقالها هنا قد كده مش عارفة تصرف ومع ذلك طلعت الاولى على الاعدادية كلها نموذج رائع دي المصرية المصرية يعني امتى القوانين هتبقى الصالحة المرأة هتبقى ان شاء الله بس انت عارفة طفلة اولا على فكرة قبل المرأة يعني احنا بنعمل كعش الاطفال ايوه احنا بننادي دايما بالقوانين عشان الاطفال وبعدين المرأة بالضبط انت عارفة انا لها تعبير قلته من اول ما قامت صورة يونيوم قلت ان السيسي ورث خرابة ورث بيت بلاته مخلع سقفه واقع حتانه ميلة شبابيكه طايرة مقدرش تاني يوم اقوله فين القصر يا سيسي فيه حرب على القوانين دي بأمانة طبعا مين هيكسب في الحرب دي احنا اللي هنكسب احنا المصريين اللي هتكسبوا الحرب دي اه هنكسبها لانه اللي قاعدوا حكمونا سنة عشان يفتتونا وكلنا اكتشفنا الارهاب بتاعهم والنواياهم السيئة كل المصريين يعرفوها وكشفوها وخلاص دلوقتي بعد دلوقتي كل الاغلبية الساحقة في البناء بتفكر في البناء تستعادت نصر تاني انا لما اجي النهاردة اه اه الاقي نفسي بتعالج وبتعلم وبشتغل وبسكن سكن كريم وبعيش حياة كريمة ارجع حين تاني للأيام اللي كنت فيها بعد اربع خمس ساعات في اليوم تقريبا كل يوم من غير كهرباء تعز الصيف ومش بس كده يعني المية بتطقطع التلاجة بتسيح يعني كل مشاكل بتحصل يعني النهاردة الاهتمام بالكهرباء انتي هتساعد الدول العربية وافريقية بانك انتي هتديهم كهرباء طاقة والطاقة دي طاقة مدام طاقة يبقى هتعمل معجزات ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان كل اللي بتحلمي بيتحقق ان شاء الله بإذن الله وان عجلة الانتاج تدور وان الصناعة تقف على رجليها لان دي من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها نتمنى ان القوانين تطلع بسرعة لان لو الاسرة حصل فيها انضباط كل حاجة بعد كده هتبقى كوي الزبط كده يعني اعتقد ان القوانين دي لو تنفزت حالات الطلاقة هتقل بشكل كبير جدا ان شاء الله والاسرة العواميد بتاعتها هتبقى صح فنتمنى ان القوانين يتم اصدارها في اقرب وقت ان شاء الله وقلتي ان هي حرب وقلتي ان احنا هنكسب الحرب هنكسب فنتمنى ان ده كمان يحصل الكاتبة والنائبة فريدة الشباشي بتنوريني على طول شكرا وكان بيننا لقاءات جميلة واللقاء ده جميل وهيكون بيننا لقاءات كمان اجمل شكرا شكرا مشاهدينا خلص الملف ده هنروح لملف تاني ولكن بعد الفاصل استنونا